ملف الأسعار في مصر أحد الملفات الشائكة على طاولة الرئيس القادم في مصر خاصة وإن إيه معظم السلع للأمانة ارتفعت أسعارها مؤخرا شويتين سواء كان السبب جشع تجار أو أسباب أخرى لكن ارتفعت طيب كيف يتحكم الرئيس القادم في ملف الأسعار خاصة وأنه بيمس كل الطبقات صح؟ طيب ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال ضفنا اليوم الكاتب الصحفي يا أستاذ محمود العسقلاني وأيضا رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء أستاذ محمود مناورني وشرفني أولا أهلا بك حبيبي نبدأ على طول كده في الموضوع نفسه وفي سخنته الدائرة حاليا أنا عندي أسعار أصبحت مرتفعة وفي ناس بتقارن بين الأسعار اللي كانت موجودة دلوقتي وبين من سنة فاتت وأيضا منتزائل طيب دي مشكلة هتقع على عاتق الرئيس القادم شايفها إزاي حلولها إزاي أولا خلينا أقول لك أنه الرئيس سيسي في الفترة الحالية قدر يعمل نمرة اتنين بجدارة لكن لسه ما عملش نمرة واحد تمام الرئيس القادم لازم يعمل نمرة واحد وهي البنية التشريعية والبنية الإدارية عندك بنية تشريعية وعندك بنية إدارية تحتاج إلى تعديل أقول لك ليه بقى بيمسوا ملف الأسعار أنت عملت تطرق وكباري وأنفاء إحنا ما كانش عندنا مواني أنت كنت تروح ضمياط دي المراكب بتركن في الغاطس برا المواني ما كانش عندك مساحات ونورة في البحر وقفة بالأيام آه صحيح النهاردة أنت على مدد الشوف في مراسي بتقف عليها وتنزل وتطلع وتشتغل ده معناه أن أنت ممكن تصدر منها وتستورد تمام لكن أنت عشان تصدر لازم البنية التشريعية بتاعتك تتوائم مع لي أنت عملته يعني رئيس كان بيجري في حتة تمام وبيحقق فيها نجاح رهيب جدا أنا واحد من الناس المؤمنين بما جرى تمام وأيما كان الرئيس القادم أنا شايف من وجهة نظري أن التعامل ده أجيال قادمة سوف تستفيد منه واستفادة هائلة خلي بالك أنه من أيام محمد علي أنها استعبد جدا في أيام محمد علي لكن محمد علي عمل نهضة طبع الله مين اللي استفاد منها اللي كانوا عايشين أيام محمد علي ما استفادوش إنما اللي جم بعد محمد علي اللي زينا كده يعني اللي حفر قناة السويس مات فيها ما استفادش منها صحيح لكن بعد حفر قناة السويس على مدى عشرات السنين اللي استفاد منها أجيال تاني عشان كده بقول الأجيال القادمة هي التي سوف تستفيد مما يجري عشان نعظم الاستفادة من ده لازم البنية التشريعية بتاعتك تبقى كويسة يعني خلينا أقول لك يعني أنت مثلا أنت محتاج تلزم المصنع بأنه يكتب السعر على المنتج واتجرم عدم كتابته ده الكلام اللي عارف يا محمود بي لو دي تمت بس لوحدها خلص طب أقول لك ليه؟ صلى على رسول الله نتكلم بالبلدي كده عشان نستفهمها وبالبساطة كده عشان يمن كلك على هون شرح عارف حضرتك أن السكر الدولة تدخلت الأسبوعين ثلاثة اللي عدوا من شهر تقريبا بعد مبادرة الدولة تدخلت وعملت سكر بستة عشر سعر المصنع 27 جنيه سعر المستهلك مصبوك مصبوك ودي مبادرة الهدف منها أن أعمل بوم اللي بسميها ده كده مفاجأة للتجار في السوق أن اللي عايز يزود إحنا برضو الدولة هتتدخل وحتنزل الكميات لكن على الجانب الآخر المعلمين الكبار حبسين السكر شايفين الحكاية شغالة تمام؟ في جزء منهم بيتخلص من الكميات بتاعته عنده شوات أخلاق وفي جزء منهم عمال يعطش السوق وبيزود والأهم بقى عدم كتابة السعر بيخليه يعمل الآتي يقفل على السكر تمام؟ وبعد ما يقفل عليه يقول مفيش سكر عند يا جماعة استنوا شوية بكرة السكر حيغنى أي تاجر تقوله كده يقولك على فاكرة هم مقفلين اليارضة لأنه حيسمعونا بلغة التجار كده حيسمعونا سعر جديد مظبوط فيروح أعيلك سعر تاني لأنه مش كاتب إنه معارف لو كاتب على العبوة نفسها العبوة نفسها فيه رقم تشغيلة ومتسريلة ومش عارف إيه الكمية دي بعد ما تخلص الكمية دي بتتعمل بست شهور أو ثلاث شهور وبيبقى خط إنتاج خط الإنتاج ده بيبقى كابس إنتاجه بيتحط برا خلاص معروف ده لازم يبيعه بالسعر اللي كاتبه مظبوط إنما الباشا بقى عشان يلعب براحته ويحبس زي ما هو عايز يقولك لا ده أنا بكرة السكر حيبقى باربعين بكرة على فكرة وتسمع أسعار في غضون أسبوع بالثلاثة جنيه والأربعة جنيه وخمسة جنيه من الثلاثين لخمسة وثلاثين لأربعين لخمسة واربعين وفي أماكن بيتباع فيها بخمسة تابليه إنما لو أنا كتبت السعر على المنتج خلصت خلاص هو بقى لو كتب لو ما كتبش السعر على المنتج محدش هيكلمه إنما لو إحنا طلعنا قانون هو ده اللي عايزينه من الرئيس القادم يعمل قانون يلزم فيه التاجر والمنتج إنهم يعلنوا ويكتبوا السعر على المنتج طب يا سيد محمود أنا كنت فاكر إن حماية المستهلك كانت برضو من ضمن الإرشادات أو التعليمات اللي كانت مطلعها في النقطة دي وليت حد لو أمكن لو ممكن نتواصل مع حد من حماية المستهلك كان دي شرط مشهورت الموجودة ليه ما تنفسها؟ خلينا أقول لك إنه المادة ثلاثة من قانون حماية المستهلك وده الكلام المهم بتقول حق المستهلك في المعرفة جزء من المعرفة معرفة السعر أن يكتب السعر يقول لي يا عم أنت سعرك قدي وتاريخ الصلاحية وتاريخ الصلاحية والإنتاج والمواد والخواص اللي في المادة اللي حاكلها واللي عشربها فيها مواد حفظة ولا مفهاش يقول لي كل حاجة فيها ألوان مش عارف صناعية ولا ألوان طبيعية يقول لي كل حقي كمستهلك إني أعرف وعلى فكرة ده حق مش يعني بص حق أخلاقي وحق إنساني إنت الدين يعني بقى يعني بقى سيرك من القانون على فكرة في بعض الدول ما تشتغلش بقانون لكن عرف التنظم أسواقها بالأخلاق هو نفسه يقول لك أنا لو يعني كان مواد سرشيد يقول لي أنا بخاف من جمعية حماية المستهلك كان بيشتغل في ألمانيا يقول لي أنا لما تتصل بيا جمعية حماية المستهلك بها أوروكا بيتخبط ليه لأنه عارف إن الناس دي ممكن تعملوا مشكلة تمام الناس بره بتفهم إزاي يعني إنتم عندك شهاية في ألمانيا في أوروبا مثلا معدوم شهاية الأرقاب على الصادرات والوردات إنما في هيئة داخلية عند المواطن نفسه وعند المنتج اللي بينتج الحاجة بترائب كل حاجة والناس فهمة وعندها وعي طب يعني أنا كده أفهم من حدثك يا سيد محمود إننا عندي مشكلتين مشكلة في التصنيع وبيسموه خطوط الإمداد والتموين صح كده والتاجر نفسه طبعا صح كده طب خطوط الإمداد والتموين أوامي لأذلك مبدئيا دي شايف نظبطها إزاي وبعد كده نرجع نتكلم عن التجار بص خلينا أقولك بوضوح في جوش أنت بتستورده طبعا جامل خارج أكيد لازم البنك المركز يدخل طرف وده اللي حصل على فكرة بس أنا مش حارف إيه اللي بيحصل لو دخل البنك المركزي طرف في معادلة السوق يعني يبقى موجود حتى يرائب يشوف لأن أنا بفرجلك عن السكر إحنا بنحتاج مثلا 25% من احتياجاتنا من السكر من جبه من خارج حدينه دولار الدولار ده هيجيب بيه سكر السكر ده تمن وقدي كده بره بره في برصة مش عارف الهند ولا برصة مش عارف إيه أو لندن أو لندن في أي برصة من برصات تمن وقدي كده حين وكده جميل جبناه قلنا تكلفته لغاية لما بيبقى على ظهر المركب بقدي كده دخلناه وعبناه وعطيناه للناس بقدي كده خد تكلفتك وخدها مش سبح معقول ومقبول أنا بقى في الحالة دي أرقبك كمان كمركزي وأنا بديك الفلوس وإيه لا ما بديكش فلوس تاني ده الكلام بص أقوم أداء هؤلاء التجار بالورع اللي في إيدي بمعنى أصح هاديك مليون دولار تشتري مثلا طلبية أيوة لازم من خلال المستخلصات الجمركية يقولولي أنه فيه فعلا بمليون دولار داخل صح كده والأهمة بقى يقول لي تكلفته بعد ما بيعبي وبعد ما شعب فيه يكتبها ويكتب على الساق بس لا بقى كمكزي مش هيبقى دور ده مش هيضر يعني ما يقدرش يطلب من التاجر ده لكن الأولانية أنا معك فيها صح بس باشا أنا بديك دولار من دم الحي دي حقيقة دلوقتي كمصر بتديه من اللحم الحي أنا أديه لك بس أهم حاجة عامل حاج خده واشتغل بيه إنما تاخده وتشتغل لصالحك مش لصالح المجتمع اللي أنا شغال خدام عنده الدولة المصرية خادمة عند المواطن ده باللغة العامة إنت نفسك أمتين كلوا ريسي يقولك أنا خادم للشعب كلنا خدمين عند الناس ياريت نعيش طول عمرنا ودموت طول عمرنا خدمين عند الناس ده نعمة كبيرة فأنا شايف إنه لو فيه ضبط للحكاية دي مع البنك المركزي الأمور هتختلف طيب دي في نقطة الإمداد والتموين أي أن كان بقى سوان من المستوردين أو من الداخل طيب هارجع بقى للتجار فيه ناس كثيرة بتقولك أن التاجر ليس عليه حاكم في أمور معينة لأن السوق برضو هو اللي بيحكم عليه في حاجات أخرى رأيك إيه؟ بس خلينا أقولك حكاية العرض والطلب والسوق الحر والسوق المر لا بالسوق حر ده سوق مر بص فيه فارق كبير جدا ما بين أن أنت تقولي ده سوق حر وفارق أن أنت تعيشني في حارة مرار لا ما ينفعش أنت كتاجر عارف تكلفتك قد إيه؟ حط الهامش المعقول فيه حاجة اسمها الفير تريد أو التجارة العادلة التجارة التي لا تسلم أحدا أن نفسنا نعلم حتى تجارنا ونعلم ناسنا المستهلك نفسه يعني إيه عدل؟ يعني إيه عدالة؟ يعني إيه حضرتك تشتري الألم ده تكلفته مثلا عشرة جنيه أحط عليها مش ربع جنيه ولا مش عارف إنه ما تخسرش وترد رأس المال بتاعك وتاخد أرباح وتشغل عمالك وتشغل ناسك وتدفع كهربتك وتدفع ضريبك وتدفع كل حاجة تمام كل ده أنا أدفعه أنت حضرتك أنا كمستهلك أنت كتاجر شغال عندي أنا سيد السوق ويجب أن تعاملني بالمنطق ده أنا السيد وأنا لو ما جبتش الألم ده حضرتك مش هتبيع ولو ما جبتش الكربطة من عندك حياة مش هتعمل كربطات صحيح رأس مالك هيتوقف وها رأس مالك هيتوقف زي ما بتحافظ على نفسك لأننا قوة الشرائلة ما بتضعف أنت بتنام وبيبقى عندك ركود في السوق وبيبقى عندك أزمة أنت ليه تحط نفسك في أزمة العالم بره يا راجل عمل حكاة البلاك فرايدي وعملوها تخش فعلا بيبقى يوم السود عليهم تخش المتجر تشتري عشر بدل بتمام بدلة حكاية وهو بيعملها كده خلاص هو كسب طول السنة وخلص وبيعمل شوية فانتازيا كده وبيعمل دعاية وبيخلص بالمنتج اللي عنده بس عايز أقول لك بيعملوها بمعلامة هنا بقى يقول لك احنا بلاك فرايدي وقال لك الوايت فرايدي ومش عارف ايه اللاصفر دي اللي قوله اللاصفر اسمه ايه اه مش عارف وعماء عادي يقول لك حاجات لذيذة وقال لك لا ما تشبارش علينا تبديني يا عام حاجة عام الحاجة تلاقي بلاك فرايدي في وكالة البلح الحتة بعشر جنيه وبعشرين جنيه إنما عندهم هيا هيا تخش تخدها بنفس التمنى احنا ناقصنا الثقافة دي يا محمود بشكل طبعا صح طبعا انت محتاج برضو الرئيس القادم لازم يحط في اعتباراته عملية تسقيف المواطن المصري بحقوقه وبحماية المستهلك وبقاليات حماية المستهلك لازم دي تشتغل عليها لازم المواطن يبقى عارف حقوقه وعارف ازاي يتواصل عشان يحل المشكلة بتاعته عارف حضرتك انت محتاج دايما تبقى شغال على وعي الناس صح وده مهم على فكرة ده يساعد الرئيس القادم في انه بيخفف عنه لانه خلي بالك ملف الغلاء وارتفاع الأسعار ده واحد من الملفات اللي انا اعتقد انه ما بتنامش رئيس السيسي ولا حتنام الرئيس القادم ولا اي رئيس والله انا نفسيا انا لو ما كان عايز اقولك انت بص هذه مسئولية كبيرة طبعا عارف حضرتك انت مسئول عن عن بيت عن عيل 3-4-5 عيال وبتنام مجنون مش عارف تعمل ايه يكفي لك بقى في بلد يكفي لك بتنام زهيانت والمعيم أرفان وعد الدنيا وده رجل بيصحب يقولك الفجر يقولك مش عارف بيه يبينزل ايه يروح فيه لا حكاية انما انت لو عشت الأجواء بتاعته دي والله هتهرب